اشتركوا في القناة من المعتاد قادمة من البحر الأبيض المتوسط هذه الكتلة الهوائية ستعمل على انخفاض في درجات الحرارة درجات الحرارة ستكون أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام في عموم المناطق أيضا تعمل هذه الكتلة على نشاط في سرعة الرياح الغربية المثيرة الأدرب والغبار في عموم المناطق خاصة منطقة الشرقية ومنطقة البادية يوم الاثنين بإذن الله تستمر درجات الحرارة أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام يسود تقصي في اعتياده في عموم المناطق خلال ساعة النهار بينما يكون ماء للبرودة إلى بارد نسبيا خلال ساعة الليل ترتفع أيضا نسب الرطوبة وتتشكل الغيوم المنخفضة والضباب في الجبال خلال ساعة الصباح الباكر لكن هناك احتمال لوطول بعض زخات الأمطار الخفيفة في شمال المملكة خلال ساعة الصباح يوم الثلاثة أبن الله لا تغيير على الحالة الجوية تبقى المملكة تتأثر بكتلها وإيادة درجات حرارة أقل من المعتاد درجات حرارة أيضا أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام خلال ساعة الليل يسود تقصي بارد نسبيا إلى ماء للبرودة ترتفع نسب الرطوبة أيضا تتشكل الغيوم المنخفضة خلال ساعة الصباح وتعطل بعض زخات الأمطار الخفيفة في المنطقة الشمالية بالنسبة ليوم الأربعاء أيضا تستمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام أيضا درجات الحرارة تكون ماء للبرودة إلى بارد نسبيا خلال ساعة الليل سترتفع نسبة رطوبة وتتشكل الغيوم المنخفضة وتعطل بعض زخات الأمطار الخفيفة خلال ساعة الصباح في شمال المملكة يوم الخميس بإذن الله ترتفع قليلا درجات الحرارة تعود لتصبح حول معدلات المثلية هذا الوقت من العام حيث تكون درجات الحرارة ثلاثينية في عموم المناطق بينما تكون في أواخر ثلاثينيات في العقبة وأيضا في المنطقة الشرقية بالنسبة ليوم الجمعة ترتفع درجات الحرارة تكون حول معدلات المثلية هذا الوقت من العام إلى أعلى بقليل درجات الحرارة الثلاثينية في عموم المناطق تكون في أواخر ثلاثينيات في منطقة العقبة وأيضا منطقة الشرقية خلال ساعة الليل تكون الأجواء مائل البرودة إلى معتدلات الحرارة أيضا ترتفع لسبة رطوبة خلال ساعة الليل وتتشكل الغيوم الخفيفة المنخفضة خلال ساعات الصباح فوق الجبال إلى هنا تنتين نشرتنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة